السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف التاسع مدارس ورياض الوطن العربي المادة الكيمياء نحن المرة الماضية أنهينا الحديث عن كواشف الحمود والقواعد خلينا هيك نعمل مراجعة سريعة حكينا أن الحمد هو مادة تنتج أيونات الأجش الموجب عند إذابتها في الماء وحكينا كيف بيكون شكل الحمود لما أحطها بالمية كيف كلها بتعطيني أيون الـ H الموجب H الموجب معناته أنا بحكي على حمد حكينا أيضا عن القاعدة القواعد هي مادة تنتج أيون الـ OH السالب عند إذابتها في الماء كيف بيكون تأيون القواعد في المية كيف كلها بتعطيني أيون الـ OH السالب المرة الماضية حكينا عن مفهوم الكواشف أو الكاشف حكينا بأن الكاشف هو حمد أو قاعد عضوية ضعيفة بتتلون بلون معين في المحالية الحمضية بينما تتلون بلون آخر في المحالية القاعدية وصنف لها إلى كواشف طبيعية زي الملفوف الأحمر والشاي والورد الجولي وما إلى ذلك وصنف لها لكواشف كيميائية زي لما نحكي عن الفيلونفثالين وعن المثل البرتقالي هذا تلخيص المرة الماضية تقدر يعني أنت توقف الفيديو وتنقل التلخيص عندك اليوم بدنا نبلش نحكي عن مفهوم جديد ألا وهو درجة الحموضة ماذا نعني أو ماذا نقصد بمفهوم درجة الحموضة هو مقياس لتحديد تركيز أيونات الأتش الموجب في المحلول هو مقياس لتحديد تركيز أيونات الأتش الموجب في المحلول يعني تزداد درجة الحموضة بزيادة تركيز أيونات الأتش الموجب يعني أنا عندي محلول هذا المحلول بيتميز بأنه بيحتوي على أيونات الـ H الموجب أيونات الـ هيدروجين الموجبة بنسبة عالية معناته بحكي درجة حموضته عالية أوكي بيتميز بأنه حمضي طيب يعبر عن درجة الحموضة باستخدام تدريج من 0 لـ 14 هايوتوا التدريج من 0 لـ 14 هاد أنا بعبر عن درجة الحموضة أنا هون بعبر عن مقياز أو تركيز أيونا الـ H الموجب يعرف أيضا بتدريج الرقم الـ هيدروجيني برمز له أيضا بإيش بالـ B-H طيب هلا هون أول إشي لاحظ من 0 1 2 3 4 5 6 حطيتهم أنا بخانة حاطت رقم 7 بخانة بعدين حطيت لك من 8 9 10 11 12 13 14 كلهم هيك بخانة هلا أول إشي بدي أعرف شو سر الرقم السبعة سبعة اللي هو لما أحكي لك B-H سبعة شو يعني سبعة هي إيش نقطة التعادل شو يعني نقطة التعادل؟ يعني لو جبتلك مادة قلتلك الرقم الـ هيدروجيني لهاي المادة سبعة أو قلتلك الـ B-H لهاي المادة سبعة شو يعني؟ يعني هي متعادلة يعني هي لا بقدر أصنفها بأنه هي حمد ولا بقدر أصنفها أنه هي قاعدة يعني تركيز طلع عند دقتة التعادل لما يكون عندك الـ B-H يعني تركيز الـ H الموجب فيها بيساوي بيساوي تركيز الـ O-H السالب هذا وين؟ هذا كله في نقطة التعادل إيش فيه إشي نحنا موجود بحياتنا اليومية الـ B-H لإله سبعة أنا ما بقدر أحكي عنه حمد وما بقدر أحكي عنه قاعدة هو جاي وسط النص متعادل عارف زي شو؟ زي الماء إذن الماء النقي هو من أهم الأمثلة أنا ما أحكي لك نقطة التعادل الماء النقي أنا ما بقدر أحكي عنه أنه هو حمضي أو ما بقدر أحكي عنه أنه هو قاعدة هو جاي متعادل تركيز الـ H الموجب في الماء بيعادل عندي تركيز الـ O-H السالب طيب أيضاً أمام المحليل الحمضية فقيمة البي أتش لها أقل من سبعة يعني هاي من سبعة والنازل من سبعة وتحت أقل من سبعة شو بيكون عندي الوسط هون؟ حمضية شو بيكون الوسط؟ حمضي بينما من سبعة وطالع من سبعة وطالع يعني أكتر من سبعة من سبعة لحديد أربعة عشر بيكون الوسط عندي قاعدية شو بيكون الوسط اسمه؟ قاعدين طبعاً هلأ بالمنطق كل ما أنا أبعد على نقطة التعادل نحو الأسفل أو هون نحو الأعلى أنا بدي إيش إما بدي يزداد عندي الحموضة أو بدي يزداد عندي القاعدية يعني أنا كل ما أتجه من عند نقطة التعادل لحديد صفر كل ما أتجه بهذا الاتجاه أوكي؟ كل ما أتجه بهذا الاتجاه بحكي تزداد قوة المحلول الحموضة أوكي؟ أنا كل ما أبعد عن نقطة التعادل أكتر قوة المحلول الحموضة بتزداد يعني صفاته الحموضية بتزداد يعني تركيز الأتش ها يعني تركيز أو يزداد تركيز إيش الأتش الموجب يعني لو قلتلك أنا عندي حمضين حمضين معناته أنا منطقتي من هون من المنطقة اللي أقل من سبعة لما أحكي لك حمض أنا في عندي محلولين هدول المحلولين اللي اتنين عبارة عن أحمض لو قلتلك واحد البي أتش لإله ستة والتاني البي أتش لإله تنين مين أكثر حموضة؟ تنين تنين مين بيحتوي على أيون أتش موجب أعلى؟ تنين أوكي؟ كذلك الأمر ينطبق على القاعدة أنا كل ما بعدت على نقطة التعادل يعني مشيت هيك شو بحكي؟ تزداد إيش؟ قوة المحلول القاعدة أوكي؟ طبعا أنا كل ما بعدت هيك نحو الرقم 14 يعني 14 قاعدة قوية جدا 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 بينما 8 هتكون قاعدة لكن هي شمالها ضعيفة لما نحكي عن القاعدة أنا بحكي أيون إيش؟ أيون الأو أتش السالب بما إنه هيك أنا بتزداد عندي قوة القاعدة معناته أيضا يزداد تركيز إيش الأو أتش سالب أوكي؟ إذا نقطة التعادل هاي 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 لما نحكي لك لما نحكي لك متعادل شو يعني متعادل؟ متعادل يعني تركيز الأتش الموجب مساون لإيش؟ الأو أتش السالب مثال على محلول متعادل يلي هو الماء النقي يلي هو الماء النقي إذا لما نحكي عن درجة الحموضة بحكي هو مقياس بيحدد عندي تركيز أيونات الهايدروجين الموجب في المحلول تزداد درجة الحموضة بزيادة تركيز أيونات الإتش الموجب درجة الحموضة أنا بستخدمها أو بعبر عنها بتدريج هذا التدريج من عند صفر لعند أربعة عشر سبعة هي نقطة التعادل لما نحكي لواسط الحمضة بيكون عندي الأرقام الأقل من سبعة التدريج من صفر لسبعة هذا بحكي عنه شو ماله؟ حمضي أنا كلما بععد عن نقطة التعادل بيزداد عندي قوة الحمض يعني لو قلتلك أنا وين الأحماض القوية؟ أو تنبأ قديش قيمة البي أتش للأحماض القوية؟ بدك تحكي لي واحد تنين هدول أحماض شو راح تكون عندي قوية؟ لكن لما حكي لك تنبأ قديش قيمة البي أتش للأحماض الضعيفة؟ بدك تحكي لي قديش الأحماض اللي هي راح تكون قريبة من نقطة التعادل؟ يعني تحكي لي خمس ستم؟ تحكي لي خمس ونص مثلا هدول راح يتوصفون هم أحماض شو مالهم؟ أحماض ضعيفة؟ كذلك الأمر بينطبق عندي على إيش؟ على المحلية القاعدية أنا كلما بععدت على نقطة التعادل كلما بععدت عن نقطة التعادل كلما وصفت عندي القاعدة بأنها إيش أقوى؟ لما نحكي لك 14 يعني قاعدة قوية 13 قاعدة قوية لكن أحكي لك 8 9 هم قاعد يمتلك الصفات القاعدية تركيز الوه السالب فياته عالي لكن لما أحكي لك مثلا عندي قاعدة البي اتش لإلها 8 وعندي قاعدة أخرى البي اتش لإلها 14 من تركيز الوه فياتها أعلى؟ راح تكون عندي شو الـ 14 إذا أنا كلما بععد عن نقطة التعادل أكثر أنا بيزداد عندي قوة القاعدة بيزداد عندي تركيز الوه السالب أوكي؟ هلا أنا كيف بدي أقيس درجة الحموضة هاي عمليا في المختبر بإذن الله لما نرجع على المدرسة بإذن الله تعالى هاي الأشياء حنشوفها؟ باستخدام جهازين أول جهاز لقياس درجة الحموضة أول جهاز بحكي عنه اللي هو الكاشف العام الكاشف العام هو كاشف يتغير لونه تدريجيا بتغير قيمة البي اتش للمحلول خليني أفرجيك صورة الكاشف العام بالكتاب صفحة 46 صفحة 46 هايوتوا الكاشف العام هذا هو الكاشف العام هو كاشف بيتغير لونه يعني مثلا لو أنا جبت الكاشف جبت محلول هذا المحلول هذا المحلول أنا مش عارفة قديش قيمة البي اتش لإله أوكي؟ لكن باستخدام الكاشف العام ظهر عندي لون أصفر لاحظ أصفر جاي عند الرقم خمسة إذا مو واضح بالتصوير افتعل الكتاب صفحة 46 بتعرف بما إنه ظهر عندي أصفر وهو رقم وخمسة إذن هذا المحلول رح يكون عندي حمد ولا قاعدة خمسة يعني أقل من سبعة يعني حمد بينما لو ظهر عندي جبت محلول آخر وباستخدام الكاشف العام ظهر عندي مثلا لون هيك زي الأزرق النيلي اللي هو رقم اطناش اطناش حسب تدرج الرقم الهيدروجيني أو تدرج البي اتش قديش اطناش؟ أكثر من سبعة يعني أنا المحلول هذا عندي شماله؟ عندي قاعدة وقاعدة قوية كمان إذن لما نحكي عن الكاشف العام بحكي هو عبارة عن كاشف بيتغير لونه تدريجي لاحظ كيف الألوان عندي بتتغير ألوان تدريجي بتغير قيم البي اتش للمحلول أوكي نرجع إذن أول شيء اللي هو الكاشف العام تاني شيء اللي هو جهاز قياس الرقم الهيدروجيني شو هو بهذا الجهاز؟ طبعا هذا الجهاز هو أكثر دقة من الكاشف العام يعطي قيمة البي اتش للمحلولة الذي يوضع فيه عشان أفهمك إياه بصفحة 148 هاي هذا هو جهاز مقياس الرقم الهيدروجيني كيف مبدأ عمله هذا الجهاز؟ شايف هذا الوعاء الموجود عندي أنا بكون حاطة المحلول فيه اوكي بنزل هذا زي التستيوب أو زي النبوب الاختبار تابع للجهاز اوكي بنزله بحطه جوا جوا المحلول سعيدة هون رح يظهر عندي رقم هذا الرقم هو قيمة الرقم الهيدروجيني هو قيمة البي اتش بما إنه هون طالع عندي أربعة معناته المحلول يلي جوا الوعاء شو رح يكون عندي حمض ولا قاعدة أربعة؟ يعني أقل من سبعة؟ يعني محلول إيش؟ حمضي اوكي اذا نكرر أنا علشان أقيس درجة الحموضة بستخدم جهازين أول شيء الكاشف العام تاني شيء هو جهاز الرقم الهيدروجيني بإمكانك توقف التصوير علشان ايش توخد تنقل عندك على الدفتر هاي نرجع على الحكي اللي شرحته قبل هاي درجة الحموضة وقف الشاشة علشان تنقل التلخيص عندك على الدفتر عشان تسهل دراسته وهاي هون اوكي؟ خلينا نحل هلأ سؤال على الموضوع بحكيلي سؤال لديك مركبان A و B قيمة ال B H لكل منهما على التوالي هي ستة و تلتعش بحكيلي أجب عما يلي اوكي؟ هلأ أنا بعرف خلينا نرسم خط الأعداد خط ال B H الأرقام الهيدروجينية اوكي؟ أنا في عندي من عند آه صفر من عند صفر واحد، تنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، حداش، ماش، تلاتةاش، أربعة، عشرة سبعة هو ايش؟ هو التعادل هي نقطة التعادل أنا هيك حمض وبتزداد قوة الحمض بينما هيك شو قاعدة وبتزداد عندي قوة القاعدة المحلولين او المركبين الموجودين عندي A و B قديش أرقامهم الهيدروجينية؟ قديش ال B H ليلهم؟ ستة و اربعة و تلتعش هاي الستة هاي ستة و قديش هوني؟ تلاتةاش إذن أنا عندي حمض و عندي شو؟ و عندي قاعدة ستة بيمثل عندي لاحظ أنه قريب كتير من سبعة قريب كتير من نقطة التعادل أنا كل ما بتجه بهذا الاتجاه كل ما بقرب للرقم سبعة أنا عندي الصفات الحمضية شو ما لها؟ بتقل أنا كل ما بععد عن الرقم سبعة الصفات الحمضية شو ما لها؟ بتزيد إذن ستة أنا إذا بدي أوصفه شو بحكي عنه؟ حمض ضعيف أوكي؟ لكن لما أجي لتلتعش لاحظ تلتعش أنا بعيدة عن نقطة التعادل أعلى شيء أنا إذا بدي أوصفها شو بحكي عنها؟ أنا كل ما بععدت عن نقطة التعادل أكثر كل ما زادت عندي القاعدية يعني تلتعش شو بحكي عنها؟ قاعدة شو ما لها؟ قوية طيب السؤال شو بديو؟ بحكي لي أي المركبان يمثل يعد مثالا على كل من حمض حمض ارجع فوق ستة هو الحمض أنا بحكي لي A و B قيمة البي ألش اللي كذل منهما على التوالي هيك ستة تلتعش هاي A ماما وهي B هاي A وهي B أوكي؟ أي المركبان A أم B يمثل عندك أو يعاد مثالا كحمض مين؟ ايه؟ طيب كقاعدة مين؟ البي بحكي لي أي المركبان A أم B عندها تأيينهما في الماء يعطي أيون H موجب وأيون آخر سالب أساسا مين اللي بيعطيني أيون ال H الموجب؟ الحمض ولا القاعدة؟ الحمض مين الحمض؟ A ولا B؟ A أوكي؟ طيب أي المركبان A ولا B عندها تأيينها في الماء يعطي أيون O H السالب وأيون آخر موجب مين هو؟ B أوكي؟ O H يعني قاعدة B بتمنى هاي هيك وقف كمان قبل هيك وقف الفيديو علشان تأخذ تنقل التلخيص المادة سهلة وبسيطة جدا ما فيها شيء يعني إحنا المادة التاسع للكيميا جدا سهلة وبسيطة حاول حل وقف الفيديو نقل التلخيص عندك على الدفتر لا تعتمد إنك إنت حدثت في فيديو مع أنت أخذت المادة لازم تنقل الإشي اللي حكيناها على الدفتر وتحاول بإيدك أوكي؟ أشوف المادة كيف ما تروحها بالكتاب صفحة 46 درجة الحموضة تزداد درجة حموضة المحلول بزيادة الأكيد تركيز الإشي الموجب يعبر عن درجة الحموضة باستخدام تدريج من صفر لأربعة عشر يلي حكيناه ويعرف بالرقم الهيدروجيني ورمزه إيش بي أتش في هذا التدريج يعد الماء النقي محلول شماله متعادل يعني البي أتش لإله قديش؟ سبعة لأن تركيز الإشي الموجب فيه مساوي لتركيز الأو أتش السالب قيمة البي أتش له بتساوي عندي سبعة المحليلة الحمضية قيمة البي أتش لها أقل من سبعة بينما تكون قيمة البي أتش للمحليلة القاعدية أكبر من سبعة من الجدير بالذكر أن قيمة البي أتش تقل بزيادة تركيز الأتش الموجب أكيد وفي حين تزداد البي أتش بزيادة تركيز الأو أتش كيف هذا الحكاية؟ طلع للجدول التدريج الرقم البي أتش التدريج الرقم الهيدروجيني لاحظ أنا عندي هذا التدريج من صفر لأربعة عشر سبعة اللي هي نقطة التعادل اللي هي نفسها الماء النقي أنا كلما بعدت عن نقطة التعادل نحو الصفر أنا عندي بيزداد عندي قوة الحمض بيزداد عندي قوة الحمض يعني بيزداد تركيز الأتش الموجب فيه كلما بعدت أنا عن البي أتش نحو الأعلى كرقم نحو الأعلى يعني لعدية الأربعة عشر طبعاً بتكون عندي هاي منطقة قواعد كلما بعدت عن نقطة التعادل أنا بيزداد عندي قوة القاعدة يعني بيزداد عندي تركيز الأو أتش السالب أوكي؟ بحكيلي تحت يتضح من الشكل أن درجة الحمض المحلول تزداد كلما قلت قيمة البي أتش وتقل بزيادتها أوكي؟ هون في عنا استخدام كاشف خاص يسمى الكاشف العام إنه أنا كيف بعبر عن الحموض كيف بعبر عن تدرق الرقم الهيدروجيني درجة الحموضة كيف باستخدمها شو باستخدم علشان أقيص درجة الحموضة اللي هو الكاشف العام اللي إحنا شرحناه مسبقاً هو يتكون من مزيج من الكواشف يمتاز بأن لونه يتغير بتغير قيم شو البي أتش للمحلول أوكي؟ طبعاً هذا الإشي مميز يعني مثلاً زي تباع الشمس أو الفيلو نفثالين أو المثل البرتقالي كلهم بيضغي يعني مثلا زي تباع الشمس حمضي أحمر بيتحول اللون للأحمر بينما في القاعدة بيتحول اللون عندي للأزرق يعني يا أحمر يا أزرق يعني بالحمض يا أحمر بالقاعدة أزرق بينما مش إنه بي أتش واحد مثلا بيعطيني بني تينين بيعطيني كذا كذا يعني ما بيعطيني لكل رقم بي أتش لون أوكي؟ صفحة 47 بيكون في عندي نشاط صفحة 48 اللي هو جهاز مقياس الرقم الهايدروجيني وهذا شرحناه في الفيديو لهون إحنا هيك بنكون خلصنا انتهينا من درس درجة الحموضة دمتم سالمين يعطيكم العافية 46 في عندي هون تزداد درجة حموضة المحلول بزيادة تركيز أيونات الأتش الموجب هاي معلومة غلط أنا ما كنت من تبهلها لأنه أنا هون بحكي درجة الحموضة مش تزداد بزيادة تركيز الأتش الموجب شوف هون لو طلعنا على هذا الإشي المناقض للي شرحت لك إياه إنه أنا كل ما بعدت عن الرقم السبعة كل ما بعدت عن نقطة التعادل للأسفل في التدريج تبع الرقم الهايدروجيني أنا بيزداد عندي قوة الحمض وبيزداد عندي تركيز الأتش الموجب مش إنه كل ما زاد عندي درجة الحموضة بيزداد عندي التركيز فبس حط اللي إكس على هاي العبارة وكذلك الأمر في التلخيس هاي 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 تزداد درجة الحموضة أنا كايني نقليتها من الكتاب بس مش منتبها إلهم تزداد درجة الحموضة بزيادة تركيز أيونات الأتش الموجب لا هذا الحكي مش مزبوط مش مزبوط لأنه هذا الإشي بناء في الإشي اللي شرحت لك إياه على التدرج تبع الرقم الهايدروجيني البي أتش درجة الحموضة هاي وسط التعادل هاي هون الصفر أنا كل ما بععد عن نقطة التعادل كل ما بععد عن قيمة سبعة للأسفل يعني فعليا أنا بتقل عندي درجة الحموضة عندي هون تزداد عندي قوة المحلول الحمدي وبيزداد عندي تركيز الأتش الموجب أنا كل ما بععد عن نقطة التعادل أكتر بتزداد عندي قوة المحلول بيزداد عندي تركيز الأتش الموجب كذلك الأمر بالنسبة للقاعدة أنا كل ما بععدت عن رقم سبعة أكتر بيزداد عندي قوة القاعدة قوة المحلول القاعدة بتزداد صفاته القاعدية بيزداد تركيز الأو أتش السالب بس هون هاي المعلومة خاطئة حط اللي عليها إكس إذا صرت نائل معاي إذا ما صرت نائل معاي ومخللنا إلى آخر الفيديو أحسن وصفحة 46 هون هاي غلط أنا انتبهت لها بعد ما خلصت التصوير فقلت خليني أنا بهك أوكي تاسع يعطيكم العافية